السلام عليكم يومكم جميل بإذن الله أتمنى لكم كل الصحة والسعادة اللهم أمين لو بتشوفوني على الفيسبوك باقي الفيديو على القناة قناة جانا بيوتي لو بتشوفوني برضو على تيكتوك أو أي أو الانستجرام أو أي حاجة هتلاقوا برضو باقي الفيديو على قناتي اسمها جانا بيوتي نعمل مع بعض النهاردة كريم البصل المضاد للشيخوخة من أحسن الكريمات عملنا قبل كده ماسك أو كريم التوم كان يعني حقق نتائج حيلة جدا جدا ولكن النهاردة هنعمل يعني وصفتين وصفة ليليا كل يوم ليلا ووصفة مرتين في الأسبوع وتعالوا نشوف بقى هنضيف إيه ولو عندك حساسية من إيه هنبدلها بإيه ويلا بنا عن مكونات موسيقى مبدئيا عندنا أو المكونين هو هناخد بصلة متوسطة مش صغيرة ومش كبيرة بالشكل ده وهنتكلم على فوايد البصل واحتوائه على فيتامينات هيلة جدا هنقشر البصلة بالشكل ده ونغسلها كويس البصل مفيد جدا بيحتوي على اليود بيحتوي على مادة فريدة جدا بتنشط وتجدد خلايا الجلد أنا هنا بشرت البصلة أشرتها غسلتها كويس وبشرتها ويئمة تعصروا العصير بتاعها في العصارة يئمة تضربوه في الخلاط زي ما أنا عملت بالشكل ده يئمة تبشروها وتعصروها زي ما تحبوا بالطريقة دي بس بصراحة أنا استسهلت ودربتها في الخلاط ولو ما تضربتش كويس ممكن نحط عليها شوية ميت ورد تمام ولكن بشريها أو أعمليها بالعصارة أحسن ضربتها كويس جدا أو بشرتها كويس وهنصف فيها بشاش والمصفة بتاعتنا وهنعصر ونطلع كل عصارة الحلوة جدا البصل بيعمل زي التأشير الكيماوي اللي بنعمله عند الدكاترة بيزيل يمكن عشر سنين يعني فاتوا من عمرك من التجايد بيحتوي كمان على مادة اليود كمان بيجدد البشرة وبيجدد الخلايا أتمنى لو لسه مشتركتوش في القناة ياريت تشتركوا في القناة أنا متأكدة أنكم هتلاقوا وصفات فتكم وصفات كتير كمان مفيدة هنا وشكرا لكم مقدمة عملنا كده وعصارنا خلاص البصلة أو خدنا بقى عصير البصلة ده تعالوا نشوف هنعمل إيه حلو جدا وعلى فكرة المسك ده يعني ينفع يتحط تحت العين مفوش أي ضرر اللي عندها هلات أو عندها تجعيد أو خطوط رفاعة هنضيف مية البصل في الطاصة أو في أي حاجة عندك وهنضيف عليها معلقة صغيرة من النشا معلقة صغيرة من النشا تمام؟ أنا هنا عشان المعلقة كبيرة فقلنا فقلت هعمل إيه نص معلقة هندويبهم كويس ونحط دقيقة أو دقيقة أو نقط الحد ما يلقى بالشكل الكريمي ده تبقى نار هادية أو متوسطة ما تكونش عالية لأنه مش بياخد وقت على النار طيب معنا هنا بقى طبقين هنقسم الكريم بتاعنا لنصين عشان ده له مكونات وده له مكونات وهنشوف الوصفة الأولى هنستخدمها مرتين في الأسبوع والوصفة التانية هنستخدمها يوميا بالليل تمام؟ الوصفة دي حلوة جدا كمان قلتلكم تنفع تحت العين جدا للهالات ما تقلقوش خالص من البصل والتوم تعودوا تقولوا مش عارب بيحرق وشي مش عارب الكلام ده الوصفة حيلة جدا طبعا مش كل الوصفات هاد تنفع لكل البشرة ولكن الوصفة دي حلوة جدا من جميع أنواع البشرة هقول لكم شوية مكونات مع بعض طيب جبنا الوصفة الأولى وهنضيف عليها معلقة من بزور الكتان وعملنا كتير جدا إزاي نستخلص جل بزور الكتان هنغلي معلقتين كبار من جل بزور الكتان على كوباية وهنسيبهم يغلق تير لحد ما يطلع الخلاصة وبعد كده نصفيهم بشراب قديم أو بشاشة هيبقى معانا الجل حيل جدا لكل الوصفات حطينا هنا معلقة على الوصفة الأولى طيب هنضيف بقى إحنا هنتكلم لو بشريتي دهنية فيها حب شباب وكده وتعبانة هنضيف ست نقط من زيت بزور زيت شجرة الشي تمام؟ طيب لو بشريتي طبيعية أو جفة عادي هنضيف ست قطرات من زيت البرتقان أو زيت اللفندر أو زيت القرفة زي ما تحبوا أنا هنا استخدمت زيت اللفندر تمام؟ هناخد ست نقط خلاص وهنقلبهم كويس جدا بقت الوصفة بتاعتنا جاهزة هنخسل وشنا كويس وهنحط البشرة على أصدق الوصفة أو الكيرين بتاعنا أو المسك بتاعنا على بشرتنا لمدة 30 دقيقة وبعد كده نخسل بشرتنا وده مرتين في الأسبوع أما الوصفة التانية هنشوف هنضيف عليها إيه البصل هاي جدا جدا بيزيل علامات الشيخوخة البصل بيشتغل على البشرة هقول لكم دلوقتي هنحتاج معلقة صغيرة من العسل لو عندي حساسية من العسل ممكن أبدلها بالزبادي تمام؟ علشان نبقى نقول لا ده العسل بيعمل لي حساسية أو حاجة لا ممكن اللي عنده حساسية من العسل يحط معلقة زبادي أو نص معلقة زبادي بدل نص معلقة العسل تمام؟ طيب وهنضيف إيه كمان على الوصفة عشان تبقى مغزية هايلة جدا بقى بالليل وهتغزي بشرتك وتملت تجعيد بشكل هايل أنا ياخد معلقة كبيرة من جيل معلقة صغيرة من جيل السبار وممكن كمان معلقة كبيرة زي ما تحبي بس أنا حطيت معلقة صغيرة من جيل السبار وهنقلبهم تمام؟ هنسيب الوصفة كده لا لسه كمان المكون التالت معنا عشان يبقى المسك بتاعنا مغزي جدا جدا معنا هنا بقى معلقة صغيرة من زيت جوز الهند عندك مشكلة مع زيت جوز الهند أو بيسد لك المسام نغيره بزيت الجيوب أو بزور العنب زي ما تحب هنقلبهم كويس جدا وكده المسك بتاعنا بقى جاهز هنخسل وشنا ويبقى بشرتنا نظيفة أي مسك أو لشعرنا أو لوشنا أو لأي أو إحنا بنستخدمه لازم يبقى على شعر نظيفة أو على بشرة نظيفة هنسيبه على هنفرده على بشرتنا تلاتين دقيقة وبعد كده نشط بشرتنا مش محتاج مرتب لأنه بسم الله مش أرلم مليان مرتبات مليان زيت جوز الهند وكمان العسل جل السبار يعني مش ما تقوليش بقى شل النشا بتنشف بشرته لا ما احنا حطين كمان زيت جوز الهند وجل السبار وكل الكلام ده عشان النشا ما بتبقى لوحدها طبعا هتنشف بشرتك يبقى الوصفة الاولى قلنا هنعملها مرتين في الاسبوع نحطها على بشرتنا تلاتين دقيقة وبعد كده نخسل بشرتنا اما البشرة اما الوصفة التانية او الكريم التاني هنستخدمه كل يوم بالليل هنحطه على بشرتنا تلاتين دقيقة وبعد كده نخسل بشرتنا والنام هتلاقي فرق هايل جدا واتمنى الوصفة تكون عجبتكم وشكرا موسيقى